بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الله قدره ورفع الله منزلته ومكانته وحين نقرأ القرآن الكريم نرى هذه المكانة واضحة جلية في آيات القرآن الكريم ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاقاً نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين مولانا سبحانه وتعالى لم يقل وأخذتم على هذا إصري أو على ذلك إصري وإنما قال وأخذتم على ذلكم إصري بهذه العظمة والمكانة والمنزلة العالية التي أعطاها مولانا سبحانه وتعالى نبينا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ثم كان من الممكن أن يكتفي الله سبحانه وتعالى بإقرار وشهادة الأنبياء بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكنك ترى مولانا سبحانه وتعالى يطالعنا قائلاً وأنا معكم من الشاهدين الله يشهد لنبيه بالرسالة يشهد لنبيه بالمنزلة والمكانة العالية التي لم تكن إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ننتقل إلى آية أخرى تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي قول الله سبحانه وتعالى من أوائل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً لاحظ هذه المكانة الراقية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال مولانا ليغفر لك الله لم يكن ليغفر الله لك وهذا التعبير يوحي بأن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لنبي من الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يكن هذا إلا لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديثه فضلت على الأنبياء بست نعم إن الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن يقيم الليلة فقام النبي قياماً طويلاً حتى كادت قدماه أن تتفطر يعني تتشقق صلى الله عليه وسلم فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً اللهم أبلغ سيدنا محمداً من السلام وشفعه فينا يوم الزحام وارزقنا زيارته ورؤيته وجواره عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله